اشتركوا في القناة تقام أقوى بطولات الرجل الحديدي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والمشاركة في مثل هذه المحافل العالمية ستحقق العديد من المكاسب الفنية وسترفع من الخبرة والإمكانية وفي عام الذهب سيكون الطموح تحقيق اللقب وهذا الهدف هو ما وضعه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة نصب عينيه فسموه أجرى تدريبات مكثفة فور وصوله إلى كونا حرصا من سموه على الوصول إلى الجاهزية الفنية المطلوبة في مثل هذه المشاركات المهمة ذات الطابع التنافسي العالي وقد تدرب سموه في موقع السباق على السباحة بالإضافة للدراجة الهوائية لمسافة 117 كيلومتر كما أجرى ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة العلمبية البحرينية أجرى تمرين الجري لمسافة 20 كيلومتر وذلك استعدادا للبطولة التي ستنطلق يوم السبت المقبل في جزيرة كونا ويسعى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى مواصلة النجاحات وتكملة المشوار الرياضي في هذه الرياضة والتي باتت مملكة البحرين واحدة من أقطابها العالمية وتعد المشاركة في البطولة فرصة كبيرة لإظهار الإمكانيات الفنية من كافة النواحي حيث يؤكد المشاركون على قوة المنافسة لتحقيق المراكز المتقدمة في السباق في ظل توافر القوى البدنية العالية التي تؤهل الجميع للمنافسة على اللقب وسط استعداد عالي المستوى من قبل الجميع مهمة السمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة صعبة ولكنها ليست مستحيلة فما نراه من إصرار ومثابرة في التدريبات يدعونا للتفاؤل بالنتيجة من كونا حمود الجيب لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر